السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيتي لكل الإخوة شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحيتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل لهجة نحن اليوم 10 أكتوبر 2017 الموضوع اللي حبيتنا نتحدث فيه اليوم هو حول حبيت اليوم باش نتحدث حول حقيقة الصراع هذا اللي راهه ضاير ويمثله عمار سعداني ورشيد نكاز لأنه شفت مع الأسف شديد فيه بعض الشباب المخدوعين وانا هذا هو الشيء اللي خلاني على جل باش نتحدث لو كان لقيت الناس رهم في المستوى سياسيين والله من الناس تعد دعوة والله من الناس اللي رهم هما المحللين الناس يعني قال محايدين ورهم يتحتوا في هذا الشأن الجزائري وناس وعيين بحقيقة الصراع قاسم بالله العلي العظيم من تكلم كلمة ولكن نظرا لهذا الفراغ المهول اللي ربما راهه قادر يحرق البلاد وناس ساكتة قاعدة تشوف المنكر وقاعدة تشوف الأمور كيفش رهات تجري وساكتة يعني رغم المعاناة انتاعي وفضلت على جل باش نتحدث للإخوة الشباب كين ممش جزائريين رهم الآن واتحت لهم الفرصة لجل باشهم يدخلوا في الشأن الجزائري ورهم يبثوا في السمو من تاع الفرقة بين الجزائريين من أجل إشعال الجزائر هذه لازمكم تأخذوها بعين الحسبان في المقابل فيه شباب ناقم على الأوضاع كين الحقرة كين التهميش كين السرقة كين المخدرات كين البني عميس تكفؤ الفرص مكانش المهم من الناس كما يقولوا باختصار كلاوها هذه المسألة احنا رانا متفقين عليها ولكن في المقابل لازم الإنسان تكون عنده ثقافة هذه المسألة انتاع التغيير ما يهيش انتاع اخرج للشارع وانتفض وتدير التغيير وراه التجربة أمامكم راه المسائل مهما كانت الشعارات ركنتا تواجه في نظام اللي راه تحت السيطرة انتاع والأموال والإعلام والقوة الباطشة بمختلف الفرع انتاعها والوسائل انتاعها بالتالي لازم لك تكون انتا عندك قوة مماثلة والله ضعف انتاعها على جال باش انتا تقدر تفرض الامر الواقع هذيك المطالب المحقة انتاعك انتا راه مقادرين يوصلوا بها ناس انتا مع لبالكش انتا ميهمكش انتا الموهم انتا خلي تنوظ راه عندي تقريبا 17 سنة ما روحتش البلاد وعندي الوالدين انتاع يتوفى وما حضرت الهمش والدية تخيلوا والدية ما نحضر الهمش ويجي واحد يستعملكم ويقول لكم باللي هذا كراهو يضرب في الشيطة للنظام ما لازمش يستغبيوكم ما لازمش يستحمروكم ما لازمش يستعملوكم اللي هو مرام يخدمو في الجهاز تعمو خابرات ويتهمو في الناس من انهم راهم هذو يخنمو في المخابرات ما عندكمش واعي سياسي ما عندكمش ثقافة ما عندكمش معرفة بالالعب انتاع النظام ما طالب انتاعكم ما طالب مو حقة حابين تعيشوا كورة ماء في الجزائر سواء ان كنتوا في الدخل والله في الخارج هذه الامور مفروغ منها من المسلمات لكن لازمكم تفهمو طبيعة السراع هذا الانسان اللي راه يفكر باللي القضية راه تتعلق ببيت سعداني في فرنسا وراشيد النكاز هذا ما عندوش الراس السراع موش بين عمار سعداني وبين هذا راشيد النكاز راشيد النكاز وراءو ناس يستعملوا فيكم ناس وانتو ما راكم طايحين في البياج انتاعهم ومع لبلكمش وعمار سعداني نفس الشي عمار سعداني ما راهوش يتكلم من راسه ما راهوش يجي في الشعر عمار سعداني راههم وراءو ناس هو لما يتحدث ويسمي اسماء قال مثلا جنرال توفيق وقعد يذل فيه هو راهو عندو وراءو ناس بالتالي انتم لازمكم تفهموا طبيعا تأثيرا لازمكم تفهموا المسلم الاولى هو اننا نريد التغيير الحقيقي ما لازمش نعطيه الفرصة انت ذوك مثلا رك في غابة والغابة هذيك مليئة بالثعابين ومليئة بالوحوش ذوك انت لما تخرج في وقت معين وتروح انتوا الى باك بالغابة هذيك بالوحوش انتوا وش راك رايح تنتظر وش رايح تنتظر رايحين يأكلوك هما راهم يرميونك حاجة تتروح وتتبع هذه ذوك هذه الهوشة هذه راها تعتبر طعم على جال باش هما يستدرجوك باش انت تخرج باش يأكلوك هذه راها طعم مجموعة عندهم عداء تقليدي للعرب عندهم عداء تقليدي للإسلام كين شباب اللي راهم دركم ما عندهمش تجاربات سياسية ما عندهمش قال خلفية هذه الاول مرة انتاعم راهم شوفوا فيه باللي انسان ما لبلش أنا مليونار وشوفوا فيه على اساس انه راهو قال مثلا انسان مثقاف وانسان يتحدث عدة لغات وقال شاب وقال كذا ولكن خدم راسك يا صاحبي خدم عقلك كيفاش انت تقول باللي مليونار يا هل ترى عندك ادلة يو ما تسمع ليش للإعلام مشاهدر عليه وما رامسوا ويقولوا في صورة من اجل صنعوا اعلاميا انت ما تروحش تردد كيما البابا غا هذا المليونار اللي هو عنده بورتاب اللي يصور به ما عندهش كاميرا بروفيسيونال قال راه يصور بيها هذا اللي يقول لك أنا نشري قناة التاع الكابيسي هذيك ونشري أنا المجلة التعشر اللي يبدوه ومن بعد يتباكي يقول لك باللي أنا رام مسكرين علي الإعلام هذا مش قادر هو يدير قناة في الخارج تخدم عقلك فكر قبل ما انتايا تروح تمشي واتباع هذه المسألة هذه اللي رامستعملين هذه المنقبات هذه من أجل استياد العوسين الإسلاميين هذوك الرديكاليين بش يصطادوهم يعرفوهم مش من جهارهم ويروح لهم هو شوفوا الجمعية اللي راه دايرها هو ما راه ش يروح يطلب هذوك تصريحات هذوك من الله بريفيكتور هكذا كمان راسو راه يمشي عنده غيطة قانوني راه دير جمعية راه يتحرك بها وش هي الأهدف تالجمعية شكون اللي راه يرأسها شكون هم الناس اللي رام فيها كين بعض من الناس اللي رام فيها من باللي راه هو يسلك في الناس هذا الإنسان اللي راه هو يفكر هكذا هذا ما عندوش الراس هو رام هذو الناس راه مو ما يسلكوله كين منهم اللي راح هو يدخل القهوة ويسلك ويروح للغداء ويسلك هو ما يهزهمش معاه عندو كارت بونكر والله ممكن ما يجي حتى باسمه وراه يتحرك وراه هو هو يمشي يمشي بلا كارت ما يهزش معاه حتى دراهم خاطر على البل وفي اللي قادر هو يحكمه في الطريق والله هذيك كين ديفويو يحكمه في الطريق يحوله دراهم دونك هو راه مخذ الاحتياطات وروحوا هذا اللي راه هو قلكم راه هو مليونار وراه يعاون في الناس كيفاش هو يدفع في الغرامات انتع المنقبات بالملايين بالملايين كيف ما راه يقول هو ومن بعد يجي ليه واحد يقول له هكذا كبرك طلاب ما يعطيلوش الفرنك هو راه يستعمل في هذيك المسألة كطعم من أجل الإسلاميين سواء كانوا في قطر ولا في السعودية ولا في الجزائر ولا في أي مكان هذو كلي روسهم من كوديا كينين اللي راه مليوني في الغرام وراه دير مثلا إنكاس هكذا وراه يسمو راه هو هو تاع الغرامة راه يتبعو فيه ومع لباليش أنا الغرامة قلت لكم هو راه يديرها باسم جمعيات راه على بال وبرح وش راه يدير وشوفوه الأسئلة الصحيحة ما يجاوبش عليها أنت تسألوا سؤال وهو يدور لك دورة واحدة أخرى يدري بليك ما يقدرش هو يجاوبك جواب صحيح واقين هو ذوك لو كان ذوك مثلا راه هو هو يحارب في هذا الفساد كيفاش أنت تخلي أرباب المال قال هذا رب راب مني جاب الغرام هذا رب راب اللي كان أد كون طابل كيفاش هو عشان ملياردار في البلاد عشان هو يتحكم في الأرزاق انتع الناس في البلاد هذا حداد اللي كان هو مجرد فيور دونوي يعشي لك هو رب من أرباب المال في الجزائر كيفاش قلولو يذكر الأسماء انتع الأربعين لص هذا قلولو قلولو هذا الإنسان اللي يقولكم هو ترشح في الانتخابات الرئاسية راني نعرف أنا الانتخابات الرئاسية لأنه أنا من الناس اللي كنت من المنظمين وكنت من الناس الناشطين في التسعة وتسعين بجي فيه الفين وسبعة عشر في التسعة وتسعين ضد بوتفليقة ونعرف هذا المسائل الانتخابات الرئاسية عندها ميلف كامل مش غير قال توقيعات راح فيها قال ميلف طبي فيها برنامج فيها فيها توقيعات فيها وسمو تصريح بالأملاك فيها كذا شفتوا أنتم بالقانون أنتم غير تروحوا تبعوا برق قال هاهم سرقوا له وسمو وخلاص وهم لعبوها له شفتوا أنتم تصريح بالممتلكات انتعوا شفتوك شما قريتوها في جريدة هو استعملها من أجل على جلبه هو يحوس يستعمل قاضية راهوك شو أركم تشوفه فيه تبعوه كل ما شايف قاضية تحرك الرئيه الآن يصوط عليها قال قاضية انتع الكابي سي راهوه وحب يشيرها رب رابه ومكان شي لا صوتي قاضية انتع شارلي ابدو صوتي قاضية انتع النقاب صوتي كذا يحوس يستعمل قاضية من أجل استعمالها كشرارة على جلبة شوية فيما بعد لما تصرى لفول هذيكو منه هو يقدر يدوميني وناس وراه رام يتبعوه مايش قاضية انتع شخص هكذا وحده كيف ما راكم تشوفه فيه راهو بالتليفون بورتابل هكذا ويمشي وحده ما عنده لغارد كور لأساس العوالو كذا هذا هو الانسان المليونير كين عداء تقليدي للجزائر كين عداء تاريخي باش تعرفوا علاش راه هو يستهدف في جبهة التحرير جبهة التحرير معروفة في التاريخ الفرنسي باللي منظمة إرهابية معروفة دونك دورك هو هذا الانسان اللي راه هو دير روحه باللي راه يدافع على الجزائر ويدافع للعالم الوطني وانت يا رك تعطي في فرصة لفرنسا من أجل إظهار هذا السعداني باللي هو الأمين العام تعجب التحرير باللي راه هو إرهابي ويتابعو انت في فرنسا وتحاكمو في فرنسا وتحكم عليه ذلك غدوة هي في فرنسا قال مثلا بستسجن وقال مع لي بريش أنا وش ركت دير في مرة تخدم تخدم في الجزائر اكتخدم في العربي بالمهيتي اكتخدم في دي دوش موراد اكتخدم في مصطفى بن بول عيد تحاكم مواطن جزائري في فرنسا روح مشي مع العدلة الفرنسية إذن فيه مسألة تاريخية هو راه يقدم فيها هدية بالإضافة إلى أنه ذرك هذا جنرال توفيق راهما عنده الفروق تابعوه كاين بعض الإعلاميين اللي راهما موجودين في الخارج ما يقدرش ذرك هو هذا الإعلامي اللي راهو يخدمه مع التوفيق وكاين هم كاينين مجموعة كاين الضباط كانوا يخدموا في المخابرات كانوا يخدموا مع التوفيق وما يروحوا يهاجموا ناس بلطاجية من أجل علاج لباش وما يحركوهم كيفما كانوا يحركوا في حطاب كما كانوا يحركوا في عنطر زوابري كما كانوا يحركوا في هذكا واسمه فليشا وشيقولولو ورجمعة واحد أخرى وموحليفية وما نشعرف أنا شكون يحركوا مجموعة من البلطاجية ويمانيبليوهم بطريقة غير مباشرة حتى باش هو يحس بروحه بللي راه زعيم كبير وراه ما علي بليش أنا كذا يمانيبليوه يبعث له واحد قال مثلا كابيتال في المخابرات قال كذا ومن بعد هو يمانيبليوه يعطي له خبار يعطي له معلومات يعطي له تصاور يعطي له كذا وهو وراه كما الطعم هذك من أجل استياد البيغال والحمير ولكن القضية هي وشي هي هي راه تتعلق بالانتخابات تتعلق بالانتخابات الرئاسية لازم له توفيق جمعها في البرلمان النوة بنت عوركم تعرفوهم اللي رحوا يتلقى وهو يتقهوا معهم واللي رحوا يرحي لعب معهم البالو وكذا عنده جمعها في البرلمان عنده جمعها في الولايات ولازم له جمعها في البلديات باش ذركهو ما يحذروا للانتخابات الرئاسية راكم شفتو وش صرا المرسي في مصر شكون لي راهو ذوك في الحكم راهو ذوك سيسي أبا في الجزائر نفس الشي راهو راح يروحوا قال توفيق يجي واحدة أخرى مش بالضرورة يكون توفيق راهم يستعملوا في هذه الأمور من أجل التحذير للانتخابات الرئاسية وعن طريق الانتخابات البلدية لأنه عن طريق البلديات اللي ذكرها هكي القوائم الانتخابية واللي راه هكذا وكذا هما راهم يمهدوا في الأمور من أجل يوصلوا يحيا ويوصلوا ناس واحدة أخرين عن طريق البرلمان عن طريق البلديات هما ذوك الآن راهم يحذروا في الأجواء ذوك هما كنتشوفوا هذه اليامات مباشرة بعدما أذيع باللي راه فيه عودة عمار سعداني يلا حركوا النكاز حركوه وانا ما رانيش مع عمار سعداني ولا راني مع جبهة التحرير ولكن ما يجيش يستعملني أنا واحد من أجل ضرب خاوتي الجزائريين ما يجيش واحد يستعملني يا أخويا كيفما يقولوا في البلاد زيتنا في دقيقنا وكيفما يقولوا في البلاد سكرانوا يعرف باب داره ما يجيش أنا واحد يستعملني خدم عقلك فكر وما راهم يضربوا في هذا بهذا وجاين ملور قاعدين هما يحركوا في الناس عن طريق أبواق الصياد هو كيفش راح يجبد الحوتة يروح مباشرة يصوطي لها يجبدها يرميلها الطعم الطعم هذا كي بيدير لحاجة اللي هو يصخفها هذا ذرك راشيد نكاز وطعم فهمتوا راشيد نكاز وطعم راهم وراءو ناس يصيدوا به هذا عمار سعداني لامم شوز راهو طعم وكين ناس من وراه راهم يصيدوا به شكون اللي كان هو يقول لعمار سعداني روح ذل بتوفيق شكون اللي كان يقول له كانوا ناس من وراه قالوا روح ذل ذلك التوفيق لما يعرف باللي راهو خلاص عادوا يمرمدوا فيه هكذا كثما يفهم باللي راهو خلاص راهو ضعف وراهو وراهو ناس هذا مش وحدهو ذرك هو راهو يستعمل في الناس يستعمل في هذا نكاز وراهو يستعمل في ناس آخرين راهو كين إعلاميين كين ضباط كين كتاب كين مرتزقة كين ناس متطوعين هم هكذاك بس بالجهل انتاحهم وبالغابة وراهو يقوموا بالدور وراهو جاي في دارو وقاعد كما يقولوا هذه الحبيلة في دو وقاعد تليكم وانضوا يلا دور منها دور لاشان منها دور لاشان منها ونحن في ظل هذا الصراع مرات انت تدفع لمحاصرة جهة ليس مع انت من انك انت رك رك مع الجهة لا تدفع لمحاصرة جهة لانك انت هذه الحية والله هذا الوحش لا تتبع ذيل وتبع الراس وكي تتبع الراس ومشي تروح مباشرة تهجم على الراس وكي تتبع ذلك لازم تتحيل الفرصة تختار له توقيت تعرف كيف انت باش لما تحاكمه ما عنده حتون يهرب تبقى انت تتبع انت كيفاش مخلي رؤوس الافاعي مخليلي انت يا رؤوس الافاعي رح تتبع لي انت في سعداني رك راح تتبع في سعداني رك راح تاكله الطعم هذك هذك اللي كنت نقول لكم عليه لا تتبع انت سعداني تتبع لي انت في واحد عنده شقة افطر او 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 افكات او 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 باطيمون ومخلي الناس اللي راح مدية الهكتارات في بوشاوي وفي المتيجة وفي معلباليش اناو في الصحراء وراها الناس دائرة واسمه جينان في الصحراء في ويتسوفة في كل مكان وخليلي رؤوس الكبار اللي راح تنهب في الاموال تا الشعب وراها تدي في الاراضي وتدي في الهكتارات راح تتبع لي في واحد عنده شقة في باري هذي موش دفاع على سعداني لكن اذا كان انت راك محارب للفساد تبع الرؤوس الكبار تخدم في توفيق تخدم في الجنرال توفيق اللي راه هو يتربص هو وغيره لانه راهم خسروا بعض المواقع وتجي بالاضافة الى انه انتا هكا على بالك باللي الأوضاع في الجزائر انتاع المستشفيات هكا على بالك بها كبار المسؤولين هم يدوئوا في الخارج وبينهم كل واحد كيفاه كان اللي هو مثلا عنده حساسية من فرنسا ما يجيش يروح يدوي في دولة واحد اخرى يدوي في البلجيك وكاين اللي هو ذو يجي لفرنسا فرنسا كما تعرفوا ذوك لما يجي واحد وين راه رايح يروح اما انه يكون عنده واحد قريب له مثلا عنده دار يروح لعنده عنده يدوي عنده وكذا لكن كاين اللي هو راه ما عنده وش راح يروح يدير يروح له الفنادق فنادق راكم تعرفوا باللي راه المخابرة تتبع فيها والميلفات تتبع فيها وكذا كاين اللي هو ذرك راه رايح عوض هو انه يروح للوتل ماذا به باش يروح يلقى دار يشريها عندهم دراهم وكيف ما كنتم كلكم هذي المسألة تاعد دراهم هذيك الشقة وهو عنده لاكتنوطاري. روح انت يجيب ببحث فيه وكالة عقارية ونعطيك لاكتنوطاري باللي راه وشراها من عند فلان ولا وفلان شراها. ذو كنت دراهم شكون اللي اعطاها ملو كذا كين ارباب المال ارباب المال ذو كيما راهم ذو هذو الجماعة الكبار هذو حداد وربراب ومنش عارف انا كذا يحكم واحد يلا يشري ولو سكنة كين افلام وثائقية وكين تسجيلات وكان يعني اخرتها مثلا نحنا. نحناyor. كنت في واحد من الاوقات. كان هو راه هو ذوك مثلا راه في الدعوة هذه ما تت gegen ما هي خدام كان بعض الناس اللي راهم ذوكه ما هي مياه في الناس وقال انت ما كان لكيفي حدام وكان كذا افلام، كان هو مياه بالدعوة then didn't change طبعا تطورون ور proved here من الناس عاونوها هاذا ذوق نحنح نتعبهم هاذا نعضون بالذي دارويو دار لا تبرعوا بها واحد من المريدي وهو لما الأنصار تعبوه نتعبهم فمها هنا هاذا نعضون عن التسجيل هاذا نشاركو summary كيف ش انتم هذا ذوك امين عام انت يا حزب او فلان اللي راه هذوك هي انت عن النظام راه وقال واحد من الجماعة ذوكتور اربا بالمل قال وش ابرتمو هاك ابرتمو شفتو القصر اللي كان ديرو الخليفة واللي من وراه شفتوه هذي مش مسألة انت ذوك انت من حقك انت على جلبش انت تسأل الاموال العامة من حقك انت على جلبش انت تشوف انت هذه الاموال وراها تروح من حقك من حقك من حقك بالصح لازمك تضرب في الضربة الصحيحة مش تتبع برك هكذاك برك خدم عقلك خدم مخك مش غير انت تتبع برك هكذاك قال واحد دار حاجة يا الله انت تجي تتبع وما راهم ديرين هلك طعم على جلبش هما يوسيوك راشيد نكاز وراه ناس كينين الناس اللي راهم دوركم ما حابين الانفصال في البلاد وراهم يدعموا فيه مش حبا في راشيد نكاز وانما راهم من وراه يدزوا فيه يطبعوا فيه من اجل بش يخلقوهم ذوق القومة مثلا هذي القاضية هذي انتع ضربة انتعوا هذي يلا تحركوا وكين حتى منهم بعض الاسلاميين اللي هما قالوا احنا واش يهمنا المهم جات هذي القاضية يلا يلا قال نحكموا موقع يلا نمشي ونركبوا نركبوا الموجة هذي على جلبش يلا تتعمم ومن بعد تحركوا ومن بعد نحنا نفرضوا الشروط من خلال الشارع كين اذن الناس من وراهم يتبعوا وكين بعض الشباب هكذا كل هما ما عندهم مش ثقافة وما عندهم مش معارفة وما عندهم مش إلمان بالأوضاع وكذا يجي وهم ينخرطوا ويروح امشي انت روح تتبعوا ومن بعد يطلعوا إلى ظهرك عندك انت القوة غدوة باش انت تفرض راحك على جلبش انت تولي مينيستر عندك انت القوة غدوة باش تفرض راحك باش تولي انت نائب في البرلمان وكذا ما عندكش القوة بالتالي هما يستعملوك من بعد غدوة شكون اللي راح رايح يفاوض شكون شكون اللي راح راح يفاوض هو انت توصل ويطلع على كرومتك وعلى رقبتك ويطلع على ظهرك ومن بعد غدوة هو يوصل للحكم اذن هما رهمون وراء ناس عمر سعداني رهم وراء ناس ولكنكم تعرفوا بالليكين الناس اللي رهم عندهم توجه هما كم تشوفوا فيهم ضد العروبة خارجي اللي اصواب العربية اللي خلفتهم والعرب هما اللي استعمرهم وهم رهم شوفو ذرك باللي هذا عمار سعداني شوفو فيه من هذا الناحية شوفو فيه ب archaeological هذا واحد من العروبيين هذه هي القضية وشوفو ذكي هذا القايد صالح لان را automate ضرب العربية من العروبيين وشوفو ذكي هذا بودفليقة من العروبيين رهم هذه المسألة لازمكم تفهموها ويدعمو في راشد نكاز لانه عنده ثقة واحدة اخرى لأنه رأيه ينتمي نفس الثقافة نتع نظار نتع التوفيق نتع التواتي نتع العماري نتع كذا لازم تفهموا هذه المسألة بهذا الطرح ما لازمش تشوفوا فيها بللي رأيها قضية نتع عمار سعداني ورشي النكاز رأيها عندها خلفية وعندها أبعاد بتالي انتوما مش غير تبع بارك خدم مخك خدم عقلك خدم راسك مايش قضية نتع عمار سعداني وقضية نتع رشي النكاز والله قضية نتعهوشها هو ما راهم هو راه واضح عنده ذرك سنوات ركما تتبعوا فيه هو من طيارة لطيارة وهو من محطة لمحطة وهو من مكان لمكان وفي كل مرة هو يجي شعلها ويتطفاله هو يجي شعلها ويتطفاله هو يجي شعلها ويتطفاله ووراهم يكمل يحوس هو يستخدم طريقة من أجل إشعال شرارة من شأنها هو أنها هج عند الرأي العام هذا القضية قم تشوفوا الناس اللي راهم كانوا يتبعوا فيه هذا المدة الأخيرة عنده ذوك تقريبا واحد الشهرين وناثة الشهر الناس ملت منه ملت منه كانوا مثلا في وقت من الأوقات هكذا قال مثلا يتبعوا فيها هكذا مع لباليشان هكذا نقولوا مثلا عن الصفحة نتعوي لما هو يدير لايف نقولوا مثلا يلحق هو الكاتميل هكذا المدة الأخيرة ولا تلقى ميا ميتين ولا والناس خلاص مع لبالهم مش بيه خلاص هو فيما بعد هذا القضية خدماته 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 اعطات له اعطات له اعطات له كما يقوله الدفع على جلبه هو زاد عود نشط الخلية نتعويه لكن لازمكم تفهموا باللي هاي الحقيقة انت على السرعة معايش قضية انت سعداني يا اخو يا سيدي خلينا انت راه قال ضربك ذك هذا ولد سعداني ولا نصيبه وش علاقة الافعلان بالموضوع وش علاقة النظام بالموضوع يا سيدي اوكي راه نقوله مثلا ذك انت وش علاقة الغاز الصخري بالموضوع انت خيرك رايح الوسم ورايح انت قال هذا سعداني راه وضربك وش علاقة الغاز الصخري بالموضوع اذا هو راه يستعمل في قضايا استعمل في قضايا وهذه القضايا هو راه يتبع موش غير هكذا كبرك صوت على القضية ذك تعم محمد تمالت وفي كل مر ومش غير هو كين هتا هذو كل ناس هذو كلي رهم هما ذير ان راه يتابع لحقوق الانسان يخيروا خيروا في قضايا معينة وكذا كاش واحد وقف معايا أنا لما منعت من الدخول لتونس روحت باش نشوف الوالد قبل ما توفى ربي يرحمها كاش واحد وقف مني معايا من هذو المعارض انتع الخروط كاش واحد وقف معايا لما تم التهديد انتع بلقت المنطرة فعلي الزاوي وغيره عدة مرات ويوميا اتلقى التهديدات يوميا كاش واحد وقف معايا من هذو المعارضة الخروط هاكم تشوفوا هذا القناة انتع المغاربية هذي اللي راهم مضرك هما هاكم تشوفوا فيهم وش راهم يقولوا يقولوا علي يعني آب اللي هذو عنده توجه اسلامي وراه وكذا وكذا ومدي قيزي وكذا وكذا شوفوا وش كون راهم يجيبوا بنشنوف اللي كان يخدم هو فلا لبيرتي الجريدة الاستئصالية شوفوا راهم عاطين له مساحة ثمة والناس اللي كانوا هما يديروا في الباراجات والناس اللي كانوا يخدموا في المخابرات والناس اللي كانوا هما يمصوا في الدم انتع شعب هم عاطين لهم حتى من بعض الجنرالات هم عاطين لهم ذرك هما هامش يتحركوا فيه كش ما شفتوا نهار تكلموا على النردين خبابة والله تكلموا كذا مع انه انا اللول اللي بديت ننشط في هذا المواقع انتع التواصل فيسبوك واليوتيوب وكذا وبديت نتحدث كل ما كان تسجيل واحد موجود في اليوتيوب كان علاء لي بالحاج وانتع واحد بتطيح الكلام تسجيل واحد موجود في اليوتيوب ومن بعد بفضل الناشاط قبل ما تظهر مصر والجزائر مقابلة كرة القدم وقبل ما يجي هذا الشيلي العربي هذا وذرك يجي وناس واحد ما زال ما يعرف حتى يحزم السر والتاع ما هو فهم لما القدام لما الاخر تاع ويجي يكس لك لغ ويجي يهضر لك يقول لك انت وين كنت وانت من البداية التعددية النهار اللي انطلقت الأحداث في الجزائر أنا كنت في الجزائر عشت الأحداث كلها في الجزائر خرجت فقط في 2001 عشت الأحداث وعشت المأساة وعشت هذه الأمور عشت في الجزائر وشميت البارود وشميت الغاز في الجزائر النهار اللي كنا نخرج للساحات يطححنا كنا نقابل في النظام كنتم من وراء التواقي واليوم ذو كصرتوا وانتم رجالة كان منكم اللي يمشي بليكوش ذو كصرتوا ورجالة أنا منعت من النشاط السياسي في الجزائر وعرفت النظام وأنا في الجزائر والنظام على باله والمخبيرين على بالهم واللي كانوا يكتبوا في التقارير على بالهم والمخابرات والشرطة والأمن والجدارمية على بالهم باللي أنا معارض للنظام ولكن ما يجيش أنا يستعمني حلوف بالإحلالي في هذا استفدنا من الأخطاء أنت على النظام واستفدنا من الأخطاء اللي وقعت في الجزائر وعرفنا هذي الإسلاميين اللي رأم يركبوا فيهم ركبوهم البارع وما زالهم يركبوا فيهم اليوم وأنا شخصيا كفرت بهم وكفرت بهذا الأحزاب وكفرت بهذه الشخصيات وما يجي يستعمني حتى حلوف منهم ونحاوسوا على مخرج نهائي للأزمة الجزائرية قادر ربما نلقى واحد علماني كي بعض من الناس هكذا اللي يجي لي أنا واحد من هذوك السلفيين اللي رسمهم مسكرين يجي يشوف كنتبلي أنا نلقى الخير في العلماني أكثر منك أنت وش عندك أنت رأى عندك اللحية وعندك السيوك وقعد تستعمل فيه آيات قرآنية وفي حديث بصح راسك راسب غل ونلقى أنا ذوك في العلماني هذك رغم الحادي ورغم ما على بلش أنا ولكن نلقى فيه خير أكثر منك أنت لأنه هو وراهو فهم المؤذلة وراهو يعرف الحركة الصهيونية وراهو يعرف هذه المخططات ويعرف هذه السيناريوات وانت راسك راسب غل جي انت يا هاو البارح واحد ذرك انت من جيهة تقريوا للناس في الإسلام وقال ربي وقال الرسول ويا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ومن بعد وإن قيل لكم فارجعوا فارجعوا ومن بعد انت جي تزكي في عمل انت واحد يروح يسوطع للناس يدخل للضيور تعالناس جيت هضريننا بالدين امشي يروح امشي يبدل وجهك فهمت الدين انت عن رهبنا تحكيوا انتم على عمار سعداني لا تعدونikit أراضي ويزもت وبالجرع وvärم junior ichaز يدخلهم لم يكن تدخلوا في فرنسا أو بريطانيا أو إسبانيا مجزارة إسلامية جزار على الطريقة الإسلامية مطام على الطريقة الإسلامية ما يدخلنت في التجارة أي simples ت 45 تدخل التجارة في الثورة كل الكلمة يقول لك الثورة وعربي بن مهيدي المهيدي ما زالهم يتجروا بالثورة والتاريخ ونفس الشيء يتجروا بالدين ونفس الشيء يتجروا بهذه الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان نحاوس على مخرج نهائي للأزمة الجزائرية والمخرج النهائي هذا يجب أن يكون هناك حوار صريح وشفاف وصادق يجب أن الناس تعمل جماعياً أما كنت نتبع شخص ونمشي من وراه أنا لست أم معا ما تجي تتزعم عليها ما تجي تمشي خاليا أرواحنا نخدمه مع بعضنا البعض كلنا على الطاولة اللي عنده فكرة مليحة واللي عنده رأي سديد هو اللي يمشي أما كنت نمشي معاك أنا قال نترك كثر مني ونترك كذا ما كانش كون أنت تول تسع عشر وأنا ولد تسع عشر ما تجي تفكر عليها ما تجي تمشي خاليا ما تجي تزعم عليها الزعم الزعم على داركم هذه هي باختصار الإخوة والأخوات إذن حقيقاً تع السراع هذا هذه هي كين سراع موجود هذه المسألة تعضباط فرنسا معروفة راكم تعرفوها ها هو راشيد نكاز قل له يحكي لكم على الظباط تعالى فرنسا هذا اللي رأي هو رمال جنسية وقل له يحكي لكم على الظباط تعالى فرنسا هذا اللي رأي ما يخافش من فرنسا وما يخافش من كذا منطقة معينة حابين يفرضوا مذهباً تعهم وعارفين باللي هما في ظل هذا المجموع الوطني هذا ما يقدروش يفرضوه بالتالي هما يستغلوا الظرف من الظرف من أجل اخضاع الجزائر وعلى جل باشوهم يفرضوا امرت تعحمه ذاك كين الناس رام يحوسوه مع الانفصال هذه يحوسوا يقولها طريقة يحوسوا يقولها مناخ يحوسوا يقولها مناسبة يحوسوا يقولها مسألة من أجل علاجال باشتنوض ومبادي اللهم يقول الفرصة هذه وكين الناس رام كي ما قلت مقول لكم رهم يحضروا الانتخابات الرئاسية يحوسوا يعينوا واحد ويحطوه ويحيا سلل تبون أي واحد من الناس هذا اللي رهم كذا شخص أي واحد بنبيتور المهم من الجماعة اللي رهم في النظام جماعة اللي رهم في النظام كان منهم اللي رهم ذوق ديرين رواحهم وعارضين كما ذوق بن فليس وكذا حالا نحوسوا على وجوه جديدة نحوسوا على إطارات جديدة نحوسوا على كفاءات جديدة نحوسوا تعطى الفرصة للشباب تعطى الفرصة للجزائريين والجزائريات باختصار وتتنافس الناس من أجل الخير أما استبدال زيد بعمر أما المراوغة وكل مرة يخدموا لك قضية يبدلوا واحد منها يحطوه لك منه هذين حوسون وخرجوا منها إذن الإخوة الشباب ما لازمكمش أنتم تنجروا وراء هذه المسائل القضية هي ليست قضية تاع هكذا بين عمار سعداني وهذا نكاز وإنما وراءها ناس وراءها خلفيات وراءها أهداف ما لازمش تنجروا ما لازمش هكذا كبرك تتبعوا نحن ضد النظام وما يجيش أنا واحد ما زال ما يعرف شي حزم سروالو يجي باش أنا يحدثني عن النظام ويحدثني عن المعارضة روح قبل ما تهدر معي روح تبعت سجيلة انتاعي وان كنت انتا يا ولد الناس روح لما كنت أنا نحكي على النظام انت وان كنت حنا نحكم مع الجنرال تفيق هذا ولا على المخابرة تحكيني عليها في 2017 حنا رأنا كنا ضد النظام في 89 فهمت لما كنت انتمزلت ما خرتش خلاص بالك اللارض تجي انتا يا ذوك سروالك ما زالك ما تعرفش تحزمو تحكي لانتاعي للنظام الناس راح تقطعت الروس انتاحا كان الناس راح متغربة كان الناس لاجئة كان الناس تحرقت البيوت انتاحا كان الناس راح تلأرزاق انتاحا كان الناس اللي فقدت المنصب انتاع الشغل انتاحا إلى التغيير وأهضر انتى على أويحيا وريطا على سعداني وأهضر انتاحا تحرك تعود لي انتاحا و boils هلما يذهب يذهب يا راشد النكاز انتاحا يذهب إلى الجنور العют هي راجل يلبس و الرجال يسمى للأربعين لص يضري الاسماء انتاحا مب Birmingham هذا مكان يضري ان تمام انتاحا حتى يعرفوا الناس ما يكون هذا الوصوص يستعمل في قضايا تبتزاز هذا القضية عمر سعداني قضية تبتزاز سيتو هاكم نشوفته مؤخرا عندكم 48 ساعة ولم كانش ندير كذا وكذا هذا وش هو ابتزاز واجدار الناس اللي قبلك هم هدوا بودفليق وقالوا ليتوذفك فقط все ويجبا لكمσιم نهايتها هو هذين العهدة الرابعة هين نسالة الحكمة بسموهم جيدين ثم يقيمين إذن يا اخوة لا عليكم اتبعوا مبارك هذه باختصار الكلمة المهم ان احذروا لا عليكم انتهم الى التعليقات لان المهم الملك مكلفين بمهمة الناس يعملون في المخابرات كان اللي راهم خرجوا الاروترات وكان اللي راهم قاعدين وقاعدها وكان اللي راهم ذكوما يحبوا يصنعوا رأي معين حول قضية معينة يبعثوا ناس هكذا وكان اللي يتبعوا في الموجة انتوما ما تنجرش وراء تعليقات انتا عن الناس خدم عقلك خدم وخك اسمع انتو من اللي راكم تسبوه ما تخافوش راه ما نجوبكم من ظلنا نتبع في رأس انتاعي معكم عندي البوتون هذيك هذا هو الجواب تاعي والله من خسر عليك كلمة كلمة من خسرها شعليك بلوكي وروح افتح حساب واحد اخر عندي سنوات وعندي تجربة الانترنت نعرفها قبل ما اخطط انتها أنا اللينفورماتيك قرأته في السبعة وثمانيين مشى في الفين وسبعتاش في السبعة وثمانيين قلت لينفورماتيك في بوسعادا قليته في السياحة فهمت والألمانية قلت أنا في السبعة وثمانيين يا بو قوكو يا البلتاجي في السبعة وثمانين قريت للمانيين في الجزائر في أبو سعداء فهمت ولونغ لي قريتها في الثمانينات قريتها في الجزائر ما جيش هنا تنجي انتها في 2017 واسمو وهذه فرنسا دي آخر دولة جيت لي هنا آخر دولة قبل من جي الفرنسا زرت أكثر من عشر دول قبل من جي الفرنسا وما رحت لهم حراك رحت لهم بالباسبور الأزرق فهمت وروح سقصي على الباسبور الأزرق فهمت في التسعين كي نمنك بلك راح ما زل حتى ما زج لما كنت نخدم في شركة انت على النقل انت على البحرية انت يا ذوكا في 2017 جيتها درماعي وجه البق تحياتي للشرافة والسلام عليكم ورحمة الله تحياتي للشرافة والسلام عليكم ورحمة الله